الذين يغلون في أهل العلم يغالون فيه ويتبعون أقوالهم أو أفعالهم وإن كانت مخالفة لنصوص ثابتة أو أفعال ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه وهم يحتجون أنهم من كبار العلماء وهم الله على رأس ولكن لا يوجد أحد من أهل العلم وإن على شأنه ومكانته في الميزان مع الصحابة الكرام فكيف بنبي الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أن هذا وطريق الصوفية فهم من يقدمون قول مشايخهم وأفعالهم على قول الله ورسوله وما كان عليه القرون الأول إلى آخره طبعا الأخ يريد أن يوصل هذا المعنى هذا المعنى أنه لا يجوز أن نصادم الحجة والأثر بقولك إذ من كان لا يجوز إن واحد يقول قال الله وتكون الحجة واضحة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الحجة واضحة أن نصادم ذلك بقول أحد كإن من كان وثابت ذلك عن الصحابة الكرام ثابت ذلك عن الصحابة الكرام فعندنا عبدالله بن عباس عندما كان يتكلم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم وفقال له إن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد والنفس صلى الله عليه وسلم دي مسألة وقع فيها النزاع هل حج متمتعا أم قارنا فقال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه يؤشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يصيبكم عذاب أليم أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر أو قال عمر فلا يجوز أن يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كإن من كان ثم هناك بعض الناس يصادمون الحجة بأقوال بعض المشايخ محترامنا للجميع فهذا كله من باب التقليد الذي لا يجوز هذا كله تقليد لا يجوز وهو يؤدي إلى العصبية المذهبية المقيتة التي ينبغي أن نتبرأ منها وأن نجتنبها ترجمة نانسي قانل ترجمة نانسي قنقر